هذه أبرز العناوين رجاوي باريس يعود الكعب بالمنتخب الوطني عاجل أشرف حكيمي يعلنها لأول مرة ويكشف السبب الحقيقي لاختياره اللعب للمنتخب المغربي حكيمي يكشف سبب رفضه الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رجاوي باريس يعود الكعب بالمنتخب الوطني بات مهاجم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مرشحا بقوة لتعويض أيوب الكعبي بالمنتخب الوطني المحلي استعدادا لكأس العربة المقرر إقامتها بقطر في الفترة الممتدة ما بين فاتح والثامن عشر من دجمبر المقبل وأصبحت دولي والمغربي حميد أحداد مرشحا من جديد للعودة إلى لائحة الناخب الوطني الحسين عموتا لتعويض رحيل الكعبي الذي انتقل إلى هاتايسبور التوركي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الماضية ويأتي ذلك بعد استرجاع حميد أحداد تدريجيا مستوى رفقة النصور الخضر حيث يقدم مستويات جيدة رفقة الرجاء آخرها تسجيله لهدفين أمام النادي الشباب سوالم وكان الإطار الوطني الحسين عموتا مدرب المنتخب المحلي قد قرر ملاقات منتخب غامبيا شهر أكتوبر المقبل حيث تدخل هذه المواجهة الودية للمنتخب الرديف ضمن تحضيرات الأصود لكأس العربة المقرر إقامتها بقطر عاجل أشرف حكيمي يعلنها لأول مرة ويكشف السبب الحقيقي لاختياره اللعب للمنتخب المغربي كشف النجم المغربي لعب فريق بارستان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي الدوافع الحقيقي لاختياره اللعب في صحف المنتخب المغربي عوض منتخب بلد المنشأ إسبانيا حكيمي الذي خصصت له مجلة ليكيب الفرنسي غلافها في العدد الأخير قال إن تقافته المغربية هي التي كانت السبب وراء اختياره اللعب في منتخب أصود الأطلس وذلك عوض المنتخب الإسباني وتابع صاحب الـ 22 عاما والمصنف كأحد أحسن الأديرة في العالم وفي رده على سؤال لمجلة ليكيب حول السبب وراء تفضيله المغرب رغم كونه ولد في إسبانيا وتكون في نادي ريال مادريد إذ قال تقافتي مغربية في المنزل نتحدث بالمغربية ونأكل طهوا مغربيا كما أنني مسلم مواضب على عبادة الله وأضف حكيمي الذي انتقل من نادي انتر ميلانو الإيطالي إلى بارستان جرمان في صفقة وصلت إلى 60 مليون دولار لا طالما تبعت رفقة والدي مباريات المنتخب المغربي وكان أبي حينها يحدثني عن أسماء اللاعبين مغاربة كبار ويكشف حكيمي على أن المسؤولين المغاربة كانوا أول من استدعاه للعب في صفوف الفئات الصغرى للمنتخب وكان عمره حينها لا يتجاوز الأربعة عشر عاما وقال عندما تلقيت أول دعوة من المغرب لم أستغرق وقتا كثيرا في التفكير لقبول الدعوة صحح أنه تلقيت بعدها دعوة مماتلة من إسبانيا لكنني أحببت دوما اللاعب لصالح الأسود لقد تلقيت ترحيب كبير منهم منذ البداية يذكر أن أشرف حكيمي يعتبر حاليا من أمرز اللاعبين في باريسان جرمان إذ أنه شارك في جميع مباريات الفريق في الدوري الفرنسي وأحرز ثلاث أهداف حكيمي يكشف سبب رفضه الانتقال إلى تشيلس الإنجليزي كشف الدولي المغربي أشرف حكيمي مدافع باريسان جرمان الفرنسي سبب رفضه الانتقال إلى تشيلس الإنجليزي خلال المركات والصيف الأخير وأوضح حكيمي في تصريح له لقد تلقيت عرضين أحدهما من تشيلسي والآخر من باريسان جرمان بعد نهاية الموسم الماضي وتابع شعرت بضرورة الانتقال إلى باريسان جرمان على حساب تشيلسي لأنني سأكون سعيدا هناك في باريس وقال أحد الأسباب التي دفعتني إلى القدوم إلى باريس هو الجالية العربية المسلمة هنا كنت أعلم أنه من وجهة نظرين تقافية سأشعر كأنني في المنزل وبالنظر إلى جميع الرسائل التي تلقيتها شعرت أنني مطلوب أكثر هنا في باريس إضافة إلى ذلك فإن المدرب الأرجونتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب الفريق ساهم وهو الآخر في قدوم حكيمي إذ كان مصرا على ضمه في فريقه منذ أن كان مدربا لتوتنهام الإنجليزي وفي هذا السياق يقول حكيمي عن مدربي إنه يحب السيطرة على المباريات بفضل حيازة الكرة ونهج طريقة هجومية للغاية قبل بضع سنوات كان يريدني بالفعل في توتنهام لديه طريقة لإدارة ولعب المباريات يمكن أن يساعدني على التقدم كنت بحاجة إلى مدرب يمنح نيطقته وحريته في الهجوم موسيماني يقطع الشك باليقين ويتخذ قرارا هاما بشأن بانون يتجه الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق الأهل المصري لكرة القدم نحو اتخاذ قرار هام بشأن مدافعه الدولي المغربي بضر بانون وكشفت صحيفة اليوم السابع أن موسيماني يدرس إعادة بانون إلى تشكيلة الأساسية في مباراة إنبي المقرر إجراؤها اليوم السبت بملعب الإسكندرية بدورة 16 لبطولة كأس مصر وأضافت ذات المصادر أن موسيماني يعتزم أجراء عدة تغييرات واسعة في تشكيلة الأهل لإعادة الروح إلى الفريق لا سيما في ظل حالة الغضب العارمة من الجماهير بعد خسارة بطولتين على التوالي بدأت بالدورة ثم كالسوبر بركلة الترجيح وغاب بضربانون عن التشكيلة الأساسية للأهل أمام طلائع الجيش بالسوبر والتي خسرها المالد الأحمر بركلة الترجيح حيث شارك المدافع المغربي كبدل في الأوقات الأخيرة من عمر المواجهة وأهضر ركلة ترجيحية تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي الأهل رفضوا فكرة مناقشة أي عروض للنجم المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث يأتي هذا القرار ليؤكد حاجة الجهاز التقني بقيادة بيتسو ميسماني إلى جهود اللاعب في الموسم الجديد الشابي فخور بما قدمته مع الرجاء والأرقام توضح العمل الموجز منذ قدومي للفريق عبر التونسي لسعد الشابي مدريب الرجاء الرياضي عن سعادته بالفوز العارض الذي حققه فريقه على حساب نادي الشباب الرياضي السوالم برسم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية للكرة القدم إنوي وأكد مدريب الرجاء أن مثل هذه المباريات تكون جيدة قوية بحكم أن فريق السوالم الصعيد هذا الموسم إلى الدوري الاحترافي كان نيدا قويا وقال الشابي في تصريح لقناة الرياضية فخور بما قدمته مع الفريق والأرقام توضح العمل الموجز منذ قدومي إلى النادي وتابع مشيرا إلى أن التاريخ لا يمحى والأجيال لا تقارم وذكر أنه لعب مع الرجاء الرياضي 30 مباراة فاز في 23 مناسبة وتعادل في 7 مباريات وانهزم في 3 مباريات وتفوق فريق الرجاء الرياضي على ضيفه فريق شباب رياضي السوالم بتلاتية نظيفة في المباراة التي جمعتهم أمس الجمعة على أرضية المركب رياضي محمد الخامس بالطاري البيضاء وذلك برسم منافسات الدورة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم ورفع فريق الرجاء الرياضي رصده عقوب هذه النتيجة إلى 9 نقاط في المركز الأول فيما ظل فريق الشباب الرياضي السوالم في المركز الثاني برصد 6 نقاط إلى جانب الويداد الرياضي والدفاع الحسن الجديد مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه باقي نتائج هذه الدورة هذه أبرز العناوين رجاوي بارز يعود الكعب بالمنتخب الوطني عاجل أشرف حكيمي يعلنها لأول مرة ويكشف السبب الحقيقي لاختياره اللعب للمنتخب المغربي حكيمي يكشف سبب رفضه الانتقال إلى تشيلس الإنجليزي اشتركوا في القناة